السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة طالبات وابلاقي امور الصف الاول لعدادي. النهاردة ان شاء الله هنشرح لكم منهج اللغة الانجليزية. طبعا اسم المنهج نيو هلو. آآ منهجنا بتكون من ست وحدات وما فيش قصة. طبعا المنهج بيتميز بانه هو فيه كمية كلمات كتير وفيه كمية كتير قواعد وكلمات كتير كلمات تعبرات كتيرة جدا. النهاردة ان شاء الله هنبتدي الوحدة الاولى هناخد درسين. انت ممكن تذكر درس درس. عنوان الوحدة يعني انا وعائلتي. الوحدة الاولى عنوانها انا وعائلتي. نبتدي كده الدرس الاول. عندنا في هنلاقي في صورة كده موجودة في الكتاب في الجرس الاول. الولد اللي عنده ده اسمه علي. بيتكلم عن الفاملي بيقول هلو. ماي نيمز علي. اهلا انا اسمي علي. انا عندي تلاتاشر سنة. وهزي يعني دي صورة العيلتي. ماي مامز نيم اسم ماما اس اميرة. هي مدرسة. نبص كده في الصورة وندور على الام بتاعت علي. طبعا. اللي هي اميرة. واني نحل ده معكم. نكمل. نكس. كان بيها على طول بابا. وبابا بردو مدرس واسمه عادل. ندور كده على عادل اللي هو طبعا. نومبر ايت. رقم تماني. بوث يعني كل من بيرنس الوالدين ار تيتشر. زي بابا وموم الاتنين مدرسين في نفس المدرسة. عندهم ابنة واحدة. اللي طبعا اخت عادل. اه اكيد واضحة في الصورة. بس طبعا نشوف نعرف اسمها. نشوف اسمها ايه كده. لها اخت علي. عندها تسع سنين واسمها لمياء. طبعا هتكون نومبر سيفن هي لمياء رقم سبعة في الصورة معنا. بيتكلم على بابا وعلى موم تقول عندهم اتنين ابناء. مي انا اللي هو علي خالد. واخوية خالد. مثال كده واضح في الصورة طبعا. هندور بقى يلا نكتب علي. ونشوف خالد طبعا نومبر ناين. وعلي هي يكون نومبر تن رقم عشرة. لسه طبعا عندنا نستاني في الفاملي. اه هي اس الليفن عند عداشرة سنة اللي هو خالد. او رجرام ماذر جدتنا السيكستي فور عندها اربعة وستين. ان شيس كولد هودا. واسمها هودا. جدتي عندها اربعة وستين سنة واسمها هودا طبعا ليا نومبر فايف. هودا. شيز ماي مامس ماذر. مامس ماذر. الاسل اللي هي اس الملكية ام ماما. بنخش بقى الجد. ماي مامس فادر. وابو ماما از اوار جرام فادر. ده اللي هو جدنا. هنعرف برضو دلوقتي اسمه. وهنعرف عمره. انا جدي اسمه عمر. عنده خمسة وستين سنة. يعني اكبر من الجدة بسنة. بقى ستين وخمسة وستين. فين عمر طبعا اللي هو الجد هنا. اللي هو هيكون نومبر فور طبعا رقم اربعة هو الجد اللي هو عمر. دير دوترز كولد جودي. وبنتهم اسمها هي خالتي. يعني عمه او ايه? او خالة. جنبها طبعا رقم واحد في الصورة اللي هو مروان اللي هو زوجها. هنشوف طبعا في الجملة اللي جاية هيبدأ يتكلم عن مروان. عمي اسمه مروان. ابنهم يدعى طارق. وهو كده يعتبر سلة القرابة بيني وبينه كلمة كلمة من الكلمات الجديدة اللي هي ابن العم او ابن الخال. ممكن برضو بنت العم او بنت الخال. هيتكلموا على طارق الصغير. النهاردة عيد ميلاده. النهاردة هو كمل كم سنة ثلاث سنين. ده الدرس الاول اللي هو عالي بيتكلم عن يعني عن عائلته. نشوف جزء القواعد بسيط خالص. اما يتكلم عن كل انواع الضمائر. اللي ضمائر الفاعل. اللي هي الضمائر الشخصية. مش عارف انتو عارفين او انسيتوها. اللي هي ضمائر المفعول. اللي هي صفات الملكية. صفات الملكية. اللي هي ضمائر الملكية. نركز. هنشرحهم حاجة حاجة. نبدأ بالضمائر الفاعل. اي انا. هي هو. شي هي. ات هو وهي لغير العاقل. وي نحن. يو انت. ذي هم. السؤال اللي اسأله النفسي. امت استخدم ضمائر الفاعل? مكانها فين في الجملة? ضمائر الفاعل تأتي في بداية الجملة. اول الجملة دايما نبدأ بضمير فاعل. زي المثال. he is a student. هو طالب عندنا. هي. هنا ده اسمه ضمير فاعل. هو يكون طالب. he is a student. we walk to school. احنا بنمشي الى المدرسة. فين ضمير الفاعل هنا? we. اتى في بداية الجملة. ندخل على النوع التاني من الضمائر. object pronounce. اللي هي ضمائر المفعول. يتحفظه. ضمير المفعول من i me. ضمير المفعول من he him. ضمير المفعول من she her. it هو هو. it we us you. هو هو you with they them. طيب نفس السؤال اللي قلنا في ضمائر الفاعل. امتى نستخدم ضمائر المفعول? مكانها فين? ضمائر المفعول تأتي بعد الفعل او حرف الجر. لازم تيجي بعد الفعل. ضمائر المفعول يعني انا مكاني في الجملة واقع علي فعل الفعل. I give here. بعد الفعل اللي هو give. انا اديتها. my pin. الامي. يبقى هنا ضمير المفعول جي بعد فعل اللي هو give. طب يلا نجيه بعد حرف جر. I play with here. انا لعبت معاها. هنا جاي بعد حرف جر اللي هو mean with. يبقى ضمائر المفعول. بعد الفعل او بعد حرف الجر. ركش شوية في الكلام. بسازف اللي هي صفات الملكية. اول صفات ملكية معانا my. ده من I. his. here. its. we are. you're there. طيب. صفات الملكية. اهم نقطة في صفات الملكية. مكانها فين? يجي بعدها ايه? قال لصفات الملكية سنقولة. لازم يجي وراها اس. صفات الملكية يأتي بعدها اس. يعني اس مش اس شخص لا كلمة هون. يعني my pin. هذا قلمي زي المثال ده. this is my. ما ينفعش اقول this is my waistcoat. this is my family. فاملي هنا ده اس. جات بعد صفات الملكية اللي هي my. this is my family. يبقى صفات الملكية يوراها اس. المثال التاني. this is our school. هذه our school. يعني هذه المدرسات هنا. جاي بعد our برضو ناون اللي هو كلمة مين? كلمة اسكو. اخر حاجة معانا. اللي هي ضمائر الملكية. وضمائر الملكية هو الضمير معانا من i mine. mine يعني ملكي. the spin is mine. ومن he his. ومن she hers. it ملهوش. we ours. will you yours. with they theirs. معظمهم اخرهم حرف الاس. mine his hers ours yours theirs. طيب ضمائر الملكية ما كانها فيهم في الجملة غالبا ضمائر الملكية لا يأتي بعدها اس. وتأتي في نهاية الجملة. والجملة يكون لها معنى. يعني ضمائر الملكية يجي في الاخر عادي خالص. والجملة يكون لها معنى. هم حاجة ان ما يجيش بعدها ناون. this pin is mine. هذا القلم mine. والجملة خلصت. mine يعني ملكي. فحش اقول mine pin. لا. اقول my pin. ماشي. انما mine تجي في الاخر. المسال التاني. this isn't my dog. ده مش الكلب بتاعي. mine is brown. بتاعي او ملكي انا بتاعي انا is brown brown يعني بني. اه يبقى ده ضمير الملكية اللي هو mine. ندخل على الدرس التاني. درس التاني معانى درس سهل جدا. عبارة عن interview with twin brothers. اتنين اخوات توقم زي ما انتم شايفين في الصورة 20 يعني توقم. الاتنين دول توقم. اسمهم ايه? ميت حازم ان حاتم. ده واحد اسمه حازم وحاتم. they are brothers and they are post age 12. وهم اللي اتنين عمرهم 12 سنة يعني تقريبا من نفس عمركم كده يا سنة اولى. حازم وحاتم. دعا نشوف كده الانرفيو. في اسئلها تتسهل لحازم وحاتم. الاتنين التوقم وكل واحد ممكن هيرد في جملة عن اه اخو. they have the same parents. طبعا هم توقم نفس الوالدين. same parents and the same birth day. ونفس عيد الميلاد. ليه? طبيعي. لانهم they are twins. يعني يكونوا توقم وعيد ميلاد مختلف. ازاي? ولا توقم? ابو ام مختلفين ازاي? طبعا same parents and same birth day. يعني ايه birth day? عيد ميلاد. اول سؤال تسأل ليهم what are your hobbies? what are your hobbies? يعني ايه هي الهوبز بتاعتكم? ايه هواياتكم? يا حازم انت وحاتم. ممكن تكلمونا عن الهوايات هيبدأ حازم بيقول. I like sports. انا بالنسبة لي بحب الرياضة. I play basketball on Mondays. بلعب كرة السلة on Mondays and Wednesdays day. ايام الاتنين والاربعاء. I go swimming on Tuesdays. وبروح عمل سباحة يوم الثلاث. and I play football on Saturdays. وبلعب كرة قدم يوم السبت. يبقى حازم اهتماماته كلها بالرياضة. حاتم بيتكلم عن اخوه بيقول ليهم كمان. and he watches football matches. مش بس كده بيحب يشوف مباريات الكرة كمان. on TV. on Saturday evening. يوم السبت بالليل. he loves football. هو بيحب جدا كرة القدم. هنا حادم مش بيتكلم عن نفسه بيتكلم عن اخوه حازم لانهما توقم وحافظين بعض. حازم الفعلا I love football. انا بحب الايه? football اللي هي كرة القدم. انا فعلا بحب جدا كرة القدم. ودي من اهم هواياتي. يعني انا بلعب مش بس كده وبقوش اهد. حاتم قال لا انا عكسه ايضا لايك فاضب انا بحب شكرت القدم. but I like music. انا بحب الموسيقى. I play the drums. انا بعزف على الطابلة او بلعب على الطابلة. and I listen to music. انا اهتماماتي مختلفة ما بحب شكرت القدم. انا بحب الموسيقى. بحب بعزف على drums. وبحب اسمع music. حازم قال له. بيتكلم عن حاتم اهي play the drums in a band. ده هو كمان بيعزف drums في band. يعني موضوع احترافي معا band يعني فرقة موسيقية. حازم بيتكلم عن اخو بيقول ده هو بيسمع موسيقى وبيعزف في فرقة موسيقية كمان. يعني الموضوع مش موضوع هواية لا ده هو بيروح مع band يعني فرقة موسيقية وبيعزف معه. ده السؤال الاول الهوايات. السؤال التاني. do you have any happens that you both like? طبعا عندكم هوايات انتم الاتنين بتحبوها فيه هوايات مشتركة يعني. حازم قال we play chess together. احنا طبعا بنلعب chess اللي هي شطرنج. بنحب بنلعب شطرنج مع بعض يوم السابت. حازم بيقول ان حاتم دايما هو اللي وينز. وين يعني يفوز هو اللي دايما بيغلبني او بيهزمني. يبقى الهواية المشتركة. لعبة اللي هي لعبة الايه شطرنج. حاتم الياس. that's true. and on Saturday afternoon. ويوم السابت بعد الظهر. we do voluntary work. احنا بنقوم ب voluntary work. يعني مش بس شطرنجي هويتنا المشتركة. ده احنا بنروح نعمل voluntary work. يعني عمل تطوعي. اما نروح نعمل عمل ما بناخدش فيه فلوس. يعني بنشترك في حاجة بناخدش فيها فلوس. طب ايه نوع العمل? what kind of voluntary work? السؤال الثالث في ايه نوع العمل التطوع اللي بيعملوه حاتم وحازم مع بعض. اللي مش بياخدوا مقابل اجر ولا فلوس. حازم بيقول we help in the children's hospital. احنا بنروح مستشفى للاطفال. بنروح نساعد الاطفال اللي هناك. طب ايه نوع المساعدة اللي هما بيقوموا بيها هناك من غير مقابل مادي? ايه نوع العمل اللي بيقوموا فيه بالمستشفى? ده اللي هنشوفه في الجملة اللي جاية. حاتم قال we play games بنلعب معهم and read them stories it's great. وبنقرأ معهم قصص هذا شيء رائع. يبقى حازم وحاتم بيقوموا بعمل تطوعي في في المستشفى ونوع العمل ده ان هما بيلعبوا مع الاطفال هناك مش بس كده ده بيقروا لهم او بيقروا معهم اللي هي القصص. ندخل على اهم الكلمات نبدأ بالفاملي اللي هما افراد العائلة مهمين جدا افراد العائلة الموجودين معنا هقراهم وتقروا معايا اول حاجة معايا يلا كده grandfather 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 اللي هو الجد الكلمة اللي بعدها grandmother grandmother اللي هي الجد او اخدناها في ابتداء كتير father وممكن نقول dad father dad وممكن نقول daddy اللي هو الاب mother mother ممكن نقول mom ممكن نقول mommy اللي هي الام uncle 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 اللي هو عم او خال aunt 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 عم او خالة عم او خالة brother 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 يعني اخ sister sister يعني اخت son 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 يعني ابن daughter 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 يعني ابنة daughter daughter great grandfather great grandfather اللي هو الجد الاكبر اكبر جد في العائلة great grandmother great grandmother great grandmother grandmother او great grand child او children great grandchildren اللي هو الحفيد او الطفل الصغير cousin ابن العم او ابن الخال او ابنت العام او ابن الخال parent اللي هو الوالد و parents طبعا اللي هما الوالدين نكمل بقى الفوكاب male male و male يعني ذكر male يعني ذكر ذلك father brother cause يعني مسابق female female انسة male ذكر female انسة birth day birth day birth day birth day عيد ميلاد drum drum طبلة hoppy 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 هواية chess 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 شطرنج both كل من او كلا هما both of my present both interview interview يعني مقابلة او حديث او حوار صحفي interview be aged يعني فيه عمر او فيه سيناولي he is aged well voluntary 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 work اللي هو بيقوم به حازم و حاتم اللي هو العمل التطوعي voluntary work else 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 يعني اخر band band يعني فرقة موسيقية proud proud يعني فخور twins توأم together together يعني معا diary diary مذكرة يومية country country بلد airport airport مطار video call مكالمة video which which يعني اي او ايهما what what how about what about أو how about ينفعل كده وينفعل كده how about أو what about ماذا عن how long how long كم طول المدة what kind of ما نوع what kind of ما نوع cool ماضي منها cool يعني يتصل club club يعني يصفق club يعني يصفق ندخل على الأفعال present والباست مش مطلوب مننا التطريف الثالث في الفصل الدراسي الاول او البرب معنا البرب find يجد الماضي منه found find found يجد وجد have يملك او لدي had او يتناول have had write يكتب wrote كتب write wrote يكتب read يقرأ read اللي هو قرأة عندنا بعد كده when يفوز one يعني فازة when one prepositions اللي هي حروف الجر حروف الجر مهمة جدا جدا نسان أولى نهتم بها برضو نذاكرها كويس a picture of يعني صورة لي a picture of think of يفكر في think of belong to يعني يخص this been belong to me يخصاني next to يعني بجوار listen to يعني يستمع إلى listen to look at ينظر إلى at my school يعني في مدرستي في مدرستي talk about talk about يتحدث عن on tv في التلفزيون on sunday يعني يوم الأحد أيام الأسبوع قولها بتاخد on in pairs يعني في سنائيات في زبجيات interview يعني مقابلة صحفية interview with اللي هي مقابلة مع play with يلعب مع play with tell me about يعني يخبرني عن tell me about يعني يخبرني عن language نوتس اللي هي المراحزات اللغوية عندنا أول حاجة do كلمات اللي جادي بتاخد do 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 voluntary يعني يعني يقوم بعمل تطوعي do homework do يعني يقوم بالواجب do house work do يعني يقوم بالعمل المنزلي اللي هو التنظيف والغسيل والكلام ده كل go 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 تيجي مع go swimming يعني يذهب للسباحة الرياضات الأخيرة ing go shopping go shopping يعني يذهب للتصوق go shopping عندنا listen to يستمع إلى تيجي معا listen to music يعني يستمع إلى الموسيقى on the radio listen to music 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 on the radio listen to the teacher يعني يستمع أو ينصد إلى المدارس آخر البرب معنا play اللي هو يلعب play basketball أي رياضة فيها كورة كسان أولى بتاخد play play chess play chess يلعب شاترانج play the drums هنا بقى مش معناها يلعبين معناها يعزف على drums play football يلعب كرة القدم يلعب كرة القدم important definitions دي بقى مجموعة من التعريفات الهامة جدا جدا سؤال اول كلمة كلمة father's father دي تترجم ازاي كلمة father's father اللي هو ابو الاب or mother's father او ابو الام ده اللي هو مين طبعا grandfather اللي هو الجد father's father او mother's father تاني حاجة father's mother نترجم اليميل الشمال ام الاب or mother's mother او ام الام ام الام اللي هي مين طبعا اللي هي الجد بعد كده عندي father's brother اخو الاب or mother's brother او اخو الام اللي هو مين طبعا انكل اللي هو عم او خال عندنا father's sister اخت الاب اخت ابوية نقول عليها ايه or mother's sister او اخت امي هقول عليها ايه ابن العم او بنت العم دي نقول عليها ايه cousin يبقى cousin ابن العم او بنت العم طبعا aunts son اللي هو ابن الخال or aunts daughter او بنت الخال برضو هنقول عليها cousin لان كلمة cousin معناها ابن العم او الخال او بنت العم او الخال وبكده نكون وصلنا لنهاية الدرس الاول والتاني انتظرونا ان شاء الله في استكمال بالمنهج هتلاقوا في رابط الوصف رابط البيج ورابط الجروب بتاعنا هتلاقوا عليه ان شاء الله كل المذاكرات والهمورج وكل حاجة موجودة اي حد عنده اي استفسار يكلمني ان شاء الله في الكمنتز اه في اي وقت مع تمنياتي بالتوفيق ودوام النجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة